كلنا وإحنا بنعدي كده في المحاور الجديدة وفي مشروعات الطرق الجديدة نشوفه نقرأ كده محور الضبع ولما تم افتتاح مشروع مستقبل مصر عرفنا أنه محور الضبع يودينا إلى موقع رئيس أو جزء رئيس من المحاور اللي بتؤدي إلى مشروع مستقبل مصر الزراعي وبيورينا أن رؤيتنا كانت ممتدة وكانت طويلة المدى كنت بسأل حضرتك دكتور قبل الفاصل عن مصادر الميا للدلتة الجديدة طيب خليني أتكلم على المحور لأن مهم لأنه دكتورة دينا المشاريع اللي تمت في مصر غير الزراعة كانت سبب رئيسي أن احنا نعمل مشروعات زراعية ضخمة بمعنى أنه لولا الطرق وشبكة الطرق العظيمة اللي تمت في هذا الوطن من طرق وكبار وأنفاء ومحاور هي اللي شجعت الاستثمار في كل شيء طبعاً اللي حصل في مصر أنا عن نفسي أو حتى جيلي ما شافش الكلام ده قبل كده سواء كان في الطرق والكباري والإنشاءات أو حتى في الزراعة بمنتهى الأمانة وهو ده اللي شجع وخلى قيمة مشروع مستقبل مصر تبقى قيمة عالية أصلاً قيمة العراضي بترتفع لأن أنا قدرت أوصل لهذا المشروع بسهولة ودخلات الإنتاج توصل للمشروع بسهولة جداً كمان مخرجاته سواء كان للسوق المحلي أو للتصدير المواني المطارات كل ده قريب فالطرق والكباري الحقيقة لها دور كبير جداً في أن هي تشجعني أن أنا أستثمر في مشروعات ضخمة بالنسبة لمشروع مستقبل مصر مصادر المي مصادر المي طبعاً قبل أنا قلت لحضرتك أنه قبل ما يتم العمل في هذا المشروع تم دراسة كل شيء بمنتهى الدقة ومشروع مستقبل مصر الحقيقة المسؤول عنه وأنا لازم أقول ده بمنتهى القوة القوات الجوية وطبعاً بيقود هذا العمل الحقيقة مقدم بهاء الغنام وهو قائد رائع جداً عنده خبرة كبيرة جداً في القيادة وفي الإدارة وعلشان كده هذا المشروع ناجح وبيستعين بالخبرات في كل المجالات مقفلش على نفسه يا فندم لكن استعان بكل الخبرات سواء كان من الوزارات أو من القطاع الخاص والمستثمرين طبعاً كانت أهم الوزارات المشتركة في هذا العمل وزارة الموارد المائية والرأي لأن هي المسؤولة عن توفير المقنن المائي للزراعات طبعاً ممنوع نهائياً الري بالغمر زي ما بيحصل دلوقتي في أرض الدلتة الأديمة وطبعاً بنحاول أن نتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث لكن طرق الري المستعملة في هذا المشروع الري الحديث إما عن طريق الري بالبيفوت أو الري تحت السطح أو الري بالطنقيم ومصادر المياه الجوفية في المنطقة دي موجودة لأن فيه خسابات يا فانتم وفيه درسات بتقول علشان الزراعة تظل مستدامة في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر